حرص سعادة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لسيارات رئيس لجنة الكارتينغ الدولية عضو المجلس العالمي لرياضة السيارات لزيارة حلبة باكو سيتي بالعاصمة الأذرباجينية للوقوف على جهزية واستعدادات الوفد البحريني الذي يقوم بتنظيم جائزة أذربجان الكبرى للفورميلة واحد حيث أشاد سعادته بالجهود الجبارة لشباب البحرين الذين شرفوا المملكة في هذا المحفل الرياضي العالمي يواصل الوفد البحريني تنظيمه وإدارته لجائزة أذربجان الكبرى لسباق الفورميلة واحد 2017 الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورميلة واحد والمقام حاليا بعاصمة جمهورية أذربجان باكو حيث تفقد سعادة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة جاهزية أعضاء الوفد والتقى بعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات ومسؤولي بطولة العالم للفورميلة واحد والفرق البحرينية المنظمة للسباق واتطلع معهم على تفاصيل الجانب التنظيمي أول شيء أشكر الحكومة وأشكر غيارة رشيدة وأشكر سمو الشيخ ناصر على الكلمة أمس التي قالها لنا لأن هذه بصراحة رفعت معنوياتنا طبعاً احنا كمارشل بحريني أي مكان أي ريس F1 وتفر وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإحنا نطمح أن نشرف البحرين بأحسن صورة إن شاء الله طبعاً كنالي مارشل في البداية حابين أشكر غيارة رشيدة على ثقاثها فينا اللي وصلتنا لها المرحلة ترى دعم منهم وهم مشكرين على هالشي واليوم احنا يعيين الرد هالجميل لهم إن احنا راح نشرف إن شاء الله مملكة البحرين في هالمحفل استعداداتنا الحمد لله على أتم ميران أمونا طيبة المارشلز عارفين شغلهم السكترز دربوا اللي عليهم والباقي على الله إن شاء الله لكن بإذن الله إن شاء الله فالخير التحدي الجديد الذي يخوضه أبناء البحرين يؤكد الجميع مجدداً أنهم الأكفأ والأجدر في هذا المجال وبفضل جهود القيادة الرشيدة سهم بشكل كبير في تعزيز موقع مملكة البحرين على الخارطة العالمية وقد كسبت مملكة البحرين متمثلة بالاتحاد البحريني للسيارات قيادة هذا السباق العالمي الرياضي الضخم منذ العام الماضي الذي حقق نجاحاً باهراً أشاد به الجميع بالعكس العنصرس النسائي موجود في كل محافل وفي كل الرياضات وإحنا بالعكس ليس بهذه الرياضة أن تكون رياضة فقط للشباب بالعكس البرأة البحرينية ثبتت روحها في هذه الرياضة وفي أكثر من مارشلية بحرينية موجودة تقريباً إحنا أكثر من 12 بناية موجودين هنا ولأن كل الفخر أننا نميز البحرين ونرفع علم البحرين في كل المحافل ولعلها تجربة جديدة يقوم بها الاتحاد البحرين للسيارات فالسباق يدار في حلبة مفتوحة تقع في قلب مدينة باكو عاصمة أذريبيجان بين البيوت والأسواق والأماكن التاريخية فمن خلال تجارب الحرة للفورميلة واحد وسباق الفورميلة اثنين العالمية التي أقيمت يوم أمس تمكن أبناء البحرين وبكل احترافية من إدارة وتنظيم الفعاليات بأحسن صورة مقدمين للعالم أجمع صورة رائعة في قيادة حدث رياضي ضخم ترجمة نانسي قنقر